لكن انا برضو عايز اتكلم عنها لانها لها علاقة مهمة جدا باختلال كهرباء القلب والخفاقان وهي بدأ يجي لخفاقان ايه زي ما احنا شايفين الخطوط الحمرة اللي من بره دي ده الشريان التاجي و هتلاقي الازرق ده اللي هو الوريد المصاحب ليه الشريان التاجي الامامي ده اهم واحد في الشرائيين التاجية ده بيغزي البطين الايسر والبطين الايسر ده يعتبر المضخة الرئيسية اللي بيدخ الدم للمخ و كل اعضاء الجسم لغاية اخمص القدم عين على مدار الساعة سبع تلاف لتر من الدم يوميا بيدوروا في الدورة الدموية بتاعة جسم الانسان البالغ الواحد لو عاش سبعين سنة بيكون القلب يضخ مليون برميل من الدم يعني طاقة هائلة تكفي لرفع قطار سكة حديد زي ما قال احد العماء الروس لأعلى قمة جبل في اوروبا يعني حوالي 4000 ميل امام هذه المضخة المعجزة الواحد لا يملك ان يقول تبارك الله و احسن الخلقين هذا الشريان عليه تحميل فضيع جدا لانه غير كل الشرائيين يعني مثلا شريان الدراع انت مش كل شوية عمال تشتغل كده انت لما بتحرك حاجة بينضغط بس لكن القلب طول النهار والليل حتى وانت نايم عمال يضغط على الشريان التاجي فالشريان التاجي عليه ضغط جامد جدا طول الوقت فده اكتر شريان بيتعرض لمشاكل الشرائيين لما السكر بيعلى لما الضغط بيعلى لما الكوليسترول والدون السلسية بتتأثر يبدأ يحصل ترسبات في جدار الشريان جدار الشريان من جوه عامل زي البطانة الحرير يعني هي مسورة لكن متبطنة بطانة نعمة جدا يعني رصف على اعلى مستوى اللي عملوا احسن الخلقين المولى عز وجل مش بس خلايا مبطنة لكن خلايا لها وظيفة فيسيولوجية بتفرز مواد تعمل تمدد في جدار الشريان ولذلك امتنى المولى عز وجل علينا بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك هو شرح الصدر كله بالقفص الصدري اللي هو قابل للتمدد والضلوع مع الشهيق ومع الزفير وشرح القلب ايضا وشرح الشريني والتاجية بان عمل فيها خاصية قابلية التمدد فازو ديلاتيشن مع الاكسرسايز مع المجهود مع الانفعال مع التوتر مع القلق يبدأ جدار الشريان التاجي ينبسط ويتمدد عشان يزود كمية الضخ اللي بتروح لعضلة القلب لو كان فيه تصلب في هذا الجدار وفيه ترسبات من الدهون ومن الكوليسترول ومن السجائر والعادم بتاع السجائر وعادم السيارات والتلوث وكل الملاوسات البيئية دي بتزود تصلب الشرين فيبقى الجدار بتاعه غير قابل للتمدد يعني لما ييجي الواحد بيحتاج دم زيادة لا يبقى هو عامل كده زي المنصورة بقى النشفة اللي ما بتوسعش احنا عايزينه خرطوم مارن لما نكون محتاجينه هو يتمدد يتمدد مع طيار الدم لا هو ما بيقدرش يتمدد فتبصت لقيت تحصل اعراض القلم الوجع الزبحة الخفقان والخفقان هو الرفرفة انا زي ما قلت لحضراتكم هذا المطور المعجزة اللي بيعمل اصوات لما انت بتحط السماعة لما دكتور بودي يسمع صوت ضخ القلب او لو عملت الدبلر صوت رهيب جدا ومع ذلك المولى عز جاله عامل عازل لا تحس ولا تسمع هذا الصوت ولا بتحس بالدقات اول ما تحس بدقات القلب يبقى فيه خلل في القلب ذلك انا دايما بعلم الشباب اللي الطباء اقول له الخفقان ان العيان يحس بنبض قلبه انت المفروض ما بتحسش ان قلبك موجود زي ما بتحسش مثلا ان رمشك او جفنك موجود اللي ما يبدأ يرمش كده تحس ان فيه حاجة فبرضو القلب طول ما هو ماشي منتظم ما انتش حاسس به لما يبدأ يعمل كده يبقى فيه لخبطة فيه كهرباء القلب يبقى اول عرض لخبطة فيه كهرباء القلب اللي تحس بقلبك واللي يخليك تحس بقلبك اختلال الكهرباء ده ممكن يكون تسارع نبض سريع او نبض بطيء او نبض ملخبط يعني لو زاد عن مية لو قل عن ستين لو فيه جات الدربة في النص اللي هي الدربة السقطة اللي هي بتلخبط يقاع القلب كل الامراض اللي هي بتصيب القلب ممكن تؤدي الى اختلال كهرباء القلب لكن فيه امراض معانة من اختلال كهرباء القلب دي مشهورة جدا سواء لمشاكلها او سواء لخطرتها يعني مثلا الرجفان الازيني او الزبزابة الازينية وده يمكن اشهر حاجة شهرة من 2011 لما كان الرئيس السابق او الاسبق بيعاني من اختلال كهرباء ويتقال الزبزابة الازينية والرجفان الازيني فده ناس تتكلمها ليه كتير جدا اشهر واحد في العالم برضو كان جاله كان نائب الرئيس السابق دي كتشيني كان عنده برضو اللي هي الرفرفة الازينية هتكلم عنها بس بعد